لما يكون هذا الكلام يبقى ربنا اكيد بيكره الطلاق اكيد مش بيحب الطلاق وان كان الحديث ان ابغض الحلال عند الله الطلاق حديث غير صحيح بالمناسب لكن الحديث ربنا سبحانه وتعالى مش بينبسط معنى الحديث صحيح ربنا مش بيفرح بطلاق اكيد ربنا بيفرح بجواز احنا بقى في الجواز اللي هو بيحبه ربنا اللي هو ايه يا فندم اللي هو ايه حضرت سامعني اللي هو بيحبه ربنا عقدناه شبكة إرية فاتحة معزيم حجز قاعة كتب كتاب اكتب لي قيمة النجف عليك التلاجات علي اعمل شقة هادسة جيد شوف المهر اروح لي بكرة ايه ده عقبنا الدنيا في الجواز انما في الطلاق انت طالق كل راح ده عقل يعني في اللي بيحبوا ربنا قعدنا نعمله في اربع سنين واللي في بيكرهه ربنا بنعمله طاقة حنك انت طالق اهو ده تناقض وتناقض مزري وتناقض مضحك انا عاوز اقول بفضل السماح بالطلاق الشفوي الزوجة المسلمة سمعيني الزوجة المسلمة على كف عفريت هذه معلومة حقولها على الهوى الزوجة المسلمة على كف عفريت لان مين فينا مزاجه بيبقى مستقر مين فينا مزاجه مستقر مين فينا اللي يبقى كلامه مستقر مين فينا اللي حالته النفسية مستقرة مين فينا اللي باله مستقر مين فينا اللي مزاجه وموده بيبقى واحد الضغط السكر الأمراض الضغوط البشرية الضغوط في الشارع بيعمل فينا ايه؟ بهدلة تبقى امراضك عايشة معاك لو عاشت سال 30 سنة مرهونة على كف عفريت مرهونة على ملح قل في الأكل ولا تأخرت في عمال كوباية شاي ولا شكلها معجبكش ولا ردت عليك رد استفزازي راحت حياتها وانتهت كرامتها وخرجت من بيتها اللي خارج من ورشة سباكة أنضف وأرجل منها لأنه بيأخذ مكافئة نهاية الخدمة إنما بناتنا بناتنا أغلى ما نمتلكه بنقبل أن تنتهي العلاقة الإيجارية بكلمة ومش كده وبس يقول لها بريني بريني بص تتنازل تتفضحت وتبهدلت وتضربت ورجع عليها زرقة وفي الآخر تتنازل عن المه أنهي دين حتقابلوا بيه ربنا أنهي دين حتقولوا لربنا أنهي عادلة حتقابلوا بيه ربنا بأي وشي بتدعو ربنا أنهي صلاة زبيبة صلاة لطلعالك وانت ساجد لله وانت ظالم بنتك أو زوجتك أو أختك حتقول إيه لله عز وجل ما انتش عارف إنك حتتحاسب بينها دا إيه الله دا ربنا بقول إن الله هأمره بالعدل كل مرة بتسمع خطيب الجمعة بيقولك نفس الكلمة الآية اللي فيها ثلاث أوامر وتلاث نواهي إن الله هأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة فين العدل وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ست تعليمات ست ثلاث أوامر وتلاث نواهي في آية واحدة وبنسمحهم من كل خطيب جمعة وأم فشى فيها الظلم وأم فشى فيها الجور وأم فشى فيها الاعتداء علاقات أسرية غير متزنة علاقات أسرية مهترئة علاقات أسرية مفككة نساء عايشة طوال عشرين ثلاثين سنة على كف عفريد ترجمة نانسي قنقر